السلام عليكم السلام عليكم سنقدم لكم هنا نموذج على فرض للمراقبة المستمرة لسنة الثانية الثانية من التعليم الاعدادي هذه المراقبة المستمرة الثالثة والأخيرة التي فيها الدروس المرتبطة بالمجال الأخير الذي درسته إذن لدينا نص الانطلاق هذا مجرد نموذج كيفما أقول لكم دائما حاولوا تنززوه هذا النموذج بعيدا على يعني تحاولوا تنززوه بشكل فردي يعني بعيدا على الدفاتر والمقرارات ثم من بعد يعني تراجعوا يعني شوفوا الأسئلة التي لقيتها الصعوبة في الإجابة عليها وحاولوا تراجعوها يعني تبتو التعلمات ديالكم إذن دائما تكون عندنا نص الانطلاق دائما في أي فرض محروص دائما عندنا نص الانطلاق هنا نص الانطلاق كنا ونحن في المسيرة ننتظر أمر الانطلاق على أحر من الجمر وكان كل إقليم يتحرق أشد التحرق إلى أن يكون على رأس المسيرة وأول من يخترق الحدود الوهمية لسحرائنا الغالية وفي اليوم الخامس من نوانبر جاء الصوت الملكي الحازم مفتتحا خطابه بالآية الكريمة فإذا عزمت فتوكر على الله جاء الخطاب الملكي كالموسيقى في آذاننا فخيم على المتطوعين جو من الجدية والاستعداد والسعادة العميقة ثم كان السير نحو أراضينا العزيزة فتقدمت أنا ورفاقي نحو الأسلاك الشائكة فنزعنا أعمدتها الحديدية نزعا حتى توغن في ترابنا الزكي فانحنى الجميع على الأرض للتيمم ثم صلاة ركعتين تلبية للتعليمات الملكية السامية وتابعت المسيرة سيرها فصعب على المؤطرين كبح جماح الشباب الذين ركدوا إلى الأمام يعانقون أرض صحرائها وكأنهم أطفال يعودون إلى أمهم بعد فراق طويل إذن هذا النص لأحمد عبد السلام البقالي المسيرة الخضراء الصفحة 59 وما بعدها بتصرف إذن هذا هو نص الانطلاق نص الانطلاق في الواقع هو غير مشكول أنا قرأته طبعا القراءة يعني تفيد الشكل إذن مفترض فيكم أنكم تستطيعوا تقرأوا نصوص غير مشكولة بدون صعوبة إذن الأسئلة المرتبطة بنص الانطلاق مجال القراءة تأطير النص إذن حدد مجال النص هذا السؤال البسيط يعني هناك ثلاث مجالات اللي درستوها في هذه السنة هناك ثلاث مجالات أيضا درستوها في السنة السابقة نفس المجالات تقريبا وقد تعود تكرر في السنة الثالثة أيضا نفس المجالات إذن ثلاثة المجالات المجال الثالث الأخير اللي درستوها هو هذا إذن حدد مجال النص هذا من أسهل الأسئلة حدد مجال النص بطلب منكم أنكم تحدوا مجال النص عليه ربع النقطة ثم يقترح عنوانا مناسبا للنص إذن واضح النص على شك يتكلم إذن حاولوا تحطوا عنوان مناسب لهذا النص ببساطة إذن هذا بالنسبة لتأطير النص عليه نصف النقطة بالفهم والتحليل بالفهم والتحليل إشرح الكلمات التالية حسب السياق إذن لدينا كلمة خيامة وكلمة كباحة كباحة إذن خيامة وكباحة يعني خاصتكم تحددوا المعنى دي لها الكلمتين اطلاقة من النص لأنها كلمتين موجودة في النص يعني الكلمة الأولى إذن فخيامة على المتطوعين جو من الجدية فخيامة على المتطوعين جو من الجدية إذن ماذا تعني كلمة خيامة في سياق النص الكلمة التانية فصعوبة على المؤطرين كبح جماح الشباب كبح جماح الشباب إذن هذه أيضا الكلمة التانية إذن عليكم يعني أن تعرفوا معناها خيامة وكباحة يجب عليكم أن تشرحوها انطلاقا من النص يعني كل شملاء تشرحوها عليها نصف نقطة إذن ماذا وصف الكاتب في الفقرة الأولى من النص ماذا وصف الكاتب في الفقرة الأولى من النص الفقرة الأولى من النص وصف الكاتب وصفا إذن ما هو هذا الوصف ما الذي وصفه ما الذي وصفه إذن سؤال سهل بسيط له نصف نقطة ثم السؤال الثالث أين يتجلى الطابع السلمي للمسيرة الخضراء أين يتجل الطابع السلمي عكس السلمي ماذا؟ عكس السلمي هي الحربي أو العنفي إذن المسيرة الخضراء كان لها طابع سلمي أين يتجل هذا الطابع؟ إذن يعني تبين في ماذا يتجل الطابع السلمي المسيرة الخضراء إذن هذا التالت رابعا حدد الحدث الرئيسي في النص إذن ما هو الحدث الرئيسي في النص؟ واضح الحدث الرئيسي واضح في النص رابعا لخص أحداث النص في ثلاثة أسطور إذن النص هو أصلا النص قصير رئيس بالنص طويل إذن سوف تقومون بتحديد أحداث النص الأحداث الأساسية في النص في ثلاثة أسطور فقط يعني أظن أنه سؤال بسيط أيضا سادسا استخرج من النص كلمتين دالتين على مجاله إذن السؤال الأول حددت المجال للنص في السؤال الأول إذن هنا في السؤال هذا طلب منكم جوجد الكلمات تيبينوا هذا المجال إذن استخرج من النص كلمتين دالتين على مجاله على المجال المرتبط بالنص إذن أيضا الكلمتين استخرجهم من النص طبعا سابعا استخرج من النص صفتين وصف بهما الصحراء وأخرتين وصف بهما المتطوعين إذن صحراء الكاتب وصف الكاتب بأوصف وصف الصحراء بأوصف إذن ما هي هذا الأوصف استخرج صفتين وصف بهما الصحراء إذن مثالة واضحة من خلال النص طبعا دائما من خلال النص كذلك استخرج صفتين أخريتين وصف بهما المتطوعين إذن المتطوعين أيضا وصفهما بمجموعة من الأوصف استخرج فقط إثنان إذن سؤال بسيط بإمكانكم أن تستخرجوا دائما تركزوا على النص مصطلحات الواردة في النص ما القيمة المستفادة من النص وأين يتجلى إذن ما هي قيمة النص ما قيمة المستفادة من النص ماذا استفدنا من النص عندما قرأنا النص ماذا استفدنا منه وأين تتجلى هذا وأين يتجلى هذا إذن أيضا سؤال بسيط يعني أيضا واضح من خلال عندما تقرأون النص ما تفهمونه من خلال النص يعني توضحون ما القيمة المستفادة من النص وواضح أن القيمة المستفادة هي دائما مرتبطة بمجال النص بمجال النص إذن هذا بالنسبة للأسئلة المرتبطة بمجال القراءة مجال القراءة تأطير النص والفهم والتحليل ننتقل الآن إلى مجال التطبيق على الدروس اللغوية مجال التطبيق على الدروس اللغوية إذن السؤال الأول أشكل ما تحته خط إذن المطلوب منكم أن تشكلوا ما تحته خط إذن ما تحته خط إذن لدينا ثلاث كلمات مفتتحا خطابه شكلتها لكم مفتتحا خطابه المتطوعين فخيم على المتطوعين جوون إذن جوون من الجدية كذلك وتابعت المسيرة سيرها إذن فقط المطلوب منكم أن تشكلوا هذه الكلمات الثلاث فقط إذن هذا بالنسبة للشكل إذن ثانيا استخرج من الفقرة الأولى ما تملأ به الجدول التالي إذن الفقرة الأولى سوف تستخرج ما تملأ به الجدول إذن سوف تستخرج جملة هذه الجملة ينبغي أن يكون فيها المفعول المطلق أو ما ينوب عنه ثم تبيل لنا نوعية المفعول المطلق أو ما ينوب عنه ثم تبيل لنا غرده أو وظيفته إذن فقط هذا ما ستملأ به الجدول إذن جملة فيها مفعول مطلق أو ما ينوب عنه وتبيل لنا هذا المفعول المطلق وتبيل لنا نوعه وغرده ووظيفته فقط إذن هذا السؤال الثاني السؤال الثالث استخرج من الفقرة الأولى مثالا للفعل الواجب الإدمار والجائز الإدمار تنطرس الأول من المجال الثاني استخرج من الفقرة الأولى مثالا للفاعل الواجب الإدمار والجائز الإدمار رابعا عين المفعول به في الجملتين التاليتين مبينا حكمه إذن لدينا جملة جملة الأولى لا يحرر الوطن إلا الفدائي إذن هذه الجملة الأولى ما هو المفعول بفي هذه الجملة؟ إذن عليك تحديد المفعول بفي هذه الجملة ثم تبين حكمه ثم تبين سبب التقديم الجملة الثانية قدم قدم الجائزة المدير قدم الجائزة المدير إذن تعين المفعول بفي هذه الجملة تبين حكمه وتبين سبب التقديم هذا هو المطلوب منكم في إطار هذا الجدول في السؤال الخامس أنشئ جملة فعلية تتضمن مفعولا به مصدرا مؤولا مع الشكل ستقومون بإنشاء جملة فعلية تتضمن مفعولا به مصدرا مفعول به مصدر مؤول نعم إذن مفعول به مصدرا مؤول مع الشكل ثم تقومون بشكل هذه الجملة اجعل الفاعلة المستترة اسما ظاهرا في الجملة التالية إذن لدينا جملة حرر بلدك من الاستعمار إذن اجعل الفاعلة المستتر اسما ظاهرا حرر بلدك من الاستعمار إذن عليك أن تجعل الفاعلة المستتر اسما ظاهرا بمعنى أن تضيفه إلى الجملة هذه الجملة ستضيف إليها الفاعل ظاهرا وليس مستثلا هذا هو المطلوب في السؤال السادس بالنسبة للسؤال السابع إذن أعرب ما يلي حسب ما يقتضيه موقع في النص حسب ما يقتضيه في النص نعم إذن سوف تقومون بإعراب الكلمة حسب مقتضاها في النص لأن هذه كلمات موجودة في النص نزعا ننتظر راكعين إذن هذه الكلمات سوف تعودون للنص الكلمة الأولى نزعا إذن الكلمة الأولى ها هي إذن هي موجودة في هذه الجملة فنزعنا أعمدتها الحديدية نزعا إذن المطلوب أن تعربوا فقط كلمة نزعا ولكي تعربوا كلمة نزعا عليكم أن تعرفوا إعراب الجملة كاملة لكن بإمكانكم أن تعربوا نزعا لوحدها إذن المطلوب منكم في هذا الامتحان هو إعراب كلمة نزعا لوحدها ثم هناك كلمة أخرية هناك كلمة ننتظر وراكعين في جملتها ننتظر إذن أين هي ننتظر هنا إذن كلمة ننتظر موجودة في الجملة الأولى كنا ونحن في المسيرة ننتظر أمر الانطلاق ننتظر أمر الانطلاق إذن ننتظر أمر الانطلاق يعني مطلوب منكم أن تعربوا كلمة ننتظر ننتظر لوحدها ولكن ذلك في إطار الجملة ننتظر إذن أيضا كلمة ركعتين مطلوب منكم أيضا أن تعربوا كلمة ركعتين إذن ثم صلاة ركعتين فانحن الجميع على الأرض للتيمم ثم صلاة ركعتين إذن مطلوب منكم إعراب ركعتين لوحدها لوحدها في إطار جملتها إذن دائما كل كلمة تعربونها في إطار جملتها من النص في إطار جملتها من النص إذن هذا بالنسبة لمجال التطبيق على الدروس اللغوية ثم أخيرا مجال التعبير والإنشاء إذن في مجال التعبير والإنشاء اكتب تقريرا حول ظاهرة تشغيل الأطفال في حدود 12 سطرا مشيرا إلى الأسباب والنتائج المترتبة عنها مبديا رأيك حول الظاهرة مسترشدا في ذلك بما تعلمته من تقنيات مهارة كتابة التقرير التي تعرفتها إذن سوف تقومون باستخدام مهارة كتابة التقرير التي تعرفتمها سابقا وتحاول كتابة التقرير حول ظاهرة تشغيل الأطفال وذلك في حدود 12 سطرا إذن هذا هو المطلوب منكم هنا في مجال التعبير والإنشاء إذن كان هذا هو الامتحان نموذج للامتحان للأسطس الأول نموذج ثالث إذن هذا هو النموذج الامتحان الأخير للأسطس الأول في مادة اللغة العربية إذن أتمنى أن يكون هذا النموذج مفيدا لكم سأحاول أن أستعرض عليكم حل هذا يعني أقترح عليكم حلا لهذه المراقبة المستمرة ولكن قبل ذلك حاولوا أن تنجزوا هذه المراقبة المستمرة بأنفسكم يعني من باب التدرب لكي تتمكنوا من التدرب على إنجاز الفروض المستمرة الفروض المحروصة شكرا على حسنة تابعكم وإلى لقاء آخر